سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعرض عليك أربع مباريات للاعب متميز جدا كان موجود في بطولة العين واسمه الأستاذ خالد السرساوي هذا الشخص موليد 76 أربعيناتي احسبها بقى يطلع 47 48 سنة برضو عمره يبدو أقل من كده لو حطتني جنبه ممكن تقول ان احنا قد بعض انا عند 34 سنة شاكلي عند 44 بس عادي مش ده موضوعنا تعالي نشوف واحدة واحدة كده هو قابل مين وإيه اللي بيميزه وإيه نقاط ضعفه ولايك لذيذ واشترج يعني عارف الحاجات دي يلا بينا في الجوالات الأولى أعتقد التانية التالتة قابل شخص غير مقيم اسمه أحمد رمضان ولعب بالقطع البيضاء وبدأنا الفيديو وفتحنا بار التقييم علشان ما تزعلش وأحمد رمضان لعب الفرنسي يستخدم نايت دي تو أو تفريع تارش يتم ضرب الوسط بسي فايف يكمل الانتشار الحصان يخرج يتم ربط الحصان يتم كسر الربطة والآن بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ تبييت الآن هذا تهديد بشيب دي سيكس لعبت بفكرة إنك لو وديتني كش دلوقتي تطلع كده يقول الانجين إن هذا الشكل ممتاز بالنسبة للأبيض بعد ما ياكل ياكل بعدين نايت بي سيكس بعدين يرجع تاني بعدين في وزير في بيدأ على حص الربطة هذا لم يحدث الكش دي ما جتش أساسا في المباراة وإنما لعب الأستاذ خالد سي فور محاولة لفتح الوسط بدري بدري من النقلات المرشحة لكن لو بتسأل محمد نوفا هتعمل ايه هنا وأنا مغمض هدي الكش لأن دي فكرة فتح الوسط أساسا المهم لعب سي فور والآن أكل هذا البيدأ أكل بالحصان أكل بالبيدأ اداله الكش دلوقتي غطى بالحصان وكوين جي فور كانت أفضل نقلة ما تقدرش تاكل لأنك مربوط وضغط على هذا الجناح بالوزير لكنه أضاع كل التفوق بكوين اي فور الأسود بقى أفضل ممكن تستخلص من ده أن مستر خالد السرساوي لفتتاح مش نقطة قوته ويمكن ده يكون كلام ليس له أي علاقة بالواقع أنا بس بحكي من اللي أنا بشوفه لكن الحقيقة فين الله أعلم A6 لعبت الآن وبعدين أكل بكش وتمت التكسيرات وأكل أكل وبدأ يلف القطع أنها توقع البيدأ ده لأنه بيدأ زيادة مع الأسود نايت بي ثري أحمد رمضان يدفع البيدأ والآن روك دي وان عاوز يسترجع البيدأ أحمد رمضان ياخد الفايل لو أكلتها ديك كشمات الملك يقترب لمنع ذلك وكان عليه أن يلعب نايت ها هنا عشان عاوز دي دلوقتي ولو لعبت أمشي لو سمحت ينزل ولو مشيت يبدأ يعمل كده ويحاول يجوز ويدي متات ليس ود معا تفوق واحد في هذا الشكل إلا أن أحمد رمضان لعب بيشيب بي فور بنفس الفكرة لو أكلتها ديك مات لكن A3 جاءت أنت جاي تعمل ايه دفي على البيدأ لكن دا كان بيدأ ببلاش وبالتالي الماتيريال إيكوالتي رجع التاني للأبيض مع ميزة كبيرة أن الملك دا مش آمن والحصان دا مربوط على الملك فبعد ما أكل أكل هذا الحصان الآن مربوطه تم حمايته تم الجوز طلع عايز يفك الربطة جدير بالذكر أن حاجة زي كينج هنا مثلا عليها هذه الكاشرات المزعجة دائما فطلع كده عشان يمنع هذه النقلة والآن F4 امشي والآن عاوز يديله دي بس للأسف البيدأ سيسقط فلعب كينج جي وان بيحضر لدي دلوقتي منعه منها وحبة حبة نزيد محبة هيعمل كده ويربطه كش رجع تاني وإداله النقلة الفضيعة دي على الهوى لو أكلت بهذا الشكل يا صديق تخسر الحصان لو أكلت كده فأنا بديك كده تاكل أديك كش وأخذ رخ كاملة بالحصان أديك كش منها وأخذ رخ كاملة فبصراحة النقلة دي بصراحة في منتهى القوة بس لسه التعليق بتاعي مش هيجي دلوقتي الملك مرضوش ياخد البيدأ أكل أكل وبعدين نايت بيفور على حس الربطة تم الجوز وفك الربط اداله كش من هنا الملك يتحرك اداله كش تاني وهنا بيستموف أنك تعمل حاجة زي كده وتعرض نفسك للكش وبعدين هنا وبعدين تكسب ثرق لكن الأسود قرر أنه هو يحبس ملكه وهنا بدأت تكوينة شطرنجية من أجمل ما يكون تعبر أن خالد السرساوي متميز جدا في التكتيكات وده اللي هنشوفه على مدار الثلاث مباريات الجايين غير المباراة دي نايت إي فايف عاوز يكسب فرق نايت بي سيكس ممنوع تكسب فرق وقف الفيديو وفكر تلعب إيه لو كنت مكانه جاب نقلة تفوق تلاتة وتلاتين الباقي كله تفوق واحد اتنين بيستموف ركب بي فور ويساب رخ كاملة لو أكلت أدي لك كش مات في واحد مش حاكل امشي يا حثان تلعب إيه لو كنت مكان خالد السرساوي عالمتين تعجوا بكش مات لو أكلت بالرخ مات في واحد إزالة مدافع المربع لو أكلت بالحصان مات في واحد إحنا لسه بنسخن يعني إحنا لسه بنبوريك كده بس أصل الرجل ده أنا مش جايبه علشان هو صحبي ولا جايبه إحنا نتشرف طبعا يعني بس أصدق أقول إن ما فيش وسطة إن هو ييجي على القناة يعني لا هو اللي جابه هنا إنه مستوى قوي شطرنجيا ويستحق أن يعرض واو فن فنية فنية يعني أكل يدي له كشمات أو يأكل بالحصان ياخد كشمات من الجنب الثاني أدي أول مباراة جولة كمان وأم خابط في مستر محسن الجابري إحنا هنشوف مطشين كمان أوكي يعني مطش عد لسه مطشين محسن الجابري الأستاذ الدولي الـ I.M. محسن الجابري واللي أعتقد فاز ببطولة دبي تحت 2300 أنا فاكر إن هو عمل حاجة مش فاجر كسب الشارقة للأساتزة ولا عمل إنجاز كبير جدا قريب ده غير إن هو كان بطل مصر في أحد السنوات بطل مصر يعني مصر تعمل بطولة الجمهورية للكلاسيك يدخل يكسب ويبقى الأول فمحسن الجابري أحد أعمدة الشطرنج في مصر تعالى نشوف اللي حصل حصان حصان جي ثري جي سيكس بيشيب بيشيب تبييت تبييت ما حدش حدد شكل الوسط حتى الآن إلى أنقام محسن الجابري بتحديد شكل السي فور أو الإنجليش أوبنينج دي سيكس أكمل الانتشار سي فور دي ثري واضح إن ده إنجليزي متماثل سيمتريكو إنجليش الحصان يخرج والآن بيشيب دي تو روك بي ايت كل واحد عاوز ياخد هذا التمدد البيدقي على جناح الوزير اي ثري اي سيكس نايت اي وان عايز نايت سي تو ثم يدفع البيدق وفتح طريق للفيل ممنوع تدفع البيدق حصانك هيقع هذا الذي دفع مستر خالد أن يحمي هذا الحصان أولاً بعد نايت سي تو أخد البي فايف بيدق في بيدق بيدق في بيدق الأبيض كمان أخد البي فور والآن نايت دي فور أكل بيدق في بيدق أكل بيدق في بيدق والفيل يطلب الرخ والرخ تتزحل الشكل صفار مفيش اي حاجة الاتنين على فكرة لسه بيسمعوا الافتتاح كل واحد بدأ بساعة ونص حرقوا شوية دقايق معدودة روك بي وان والآن هات الفيل لو سمحت يعود الفيل الى الوراء يعود الحصان الى مكانه والآن يغير مستر محسن الجابري الفكرة ويلعب اتش ثري حتى يمنع هذه القفزات عشان لو الفيل حب يجي هنا ما يطلبش والآن مستغلا هذه النقلة خلينا نكسب وقت كوين سي ايت هات البي دق تم حماية البي دق والآن كوين اي سيكس ضاغطا على هذا الجناح اي ثري امشي لو سمحت فعلا بقى ضاغط على البي دق ده بشكل غير مباشر لاحظ اكل اكل وفي رخ جاءت في وجه الوزير بيحضر لهذه الدفعات البي دقية القوية كوين بي ثري ميشي من ويشو بيشي بي سيكس هات الوزير يعود الوزير الى الوراء وتتحول القلعة على هذا العمود للضغط على بي دقية دي ثري يقول الانجن العب كوين سي 2 قال اسود احسن لكن العب كوين سي 2 يمكن لو تلعب حاجة زي كده في الاخر البي دق سيسقط لكن الشكل متعادل الى حد كبير بعد روك بي بي 8 هات البي دق 8 من 10 بس للاسود لكن مستر محسن الجابري لسبب او لاخر بعد روك دي 8 لعب كوين سي 1 وساب البي دق تماما فانو تيشى البي دق لسود بقى مع تفوق اتنين هل انا جايب المطش ده عشان اقولك انه استاذ محسن الجابري عمل بلندر في بي دق والمطش خلص لا طبعا بص اللي هيحصل 9e4 اكل اكل الرخ رجعت لانها كانت مطلوبة بيشيب سي 3 والان بيشيب سي 4 هات الرخ وحامل بي دق بتاعه بزيادة ما عندوش مانع تاكل ياكل يديك كيش ترجع وده اللي حصل وبعدين الرخ الاخير قد جاءت روك اف سيكس روك بي 2 حمى queen e6 هات الفيل عاد الفيل الى الوراء والان اخترقت هذه الرخ الصف السادس او التالت عشان ده الابيض هات الوزير الوزير يتحرك ثم الملك يبعد عن اي كشات في الصف الخلفي e4 جاءت الان queen e5 طالب الرخ فالرخ الاخرى حمت هذه الرخ وكل حاجة محمية باستموف على الانجين مات فا 14 للاسود يأتي بها مستر خالد السرساوي بتقييم 1949 مستر خالد مستر خالد اعلى تقييم وصله في حياته الفين وواحد يعني الفين ونقطة بس يعني رقميا هذا الشخص تقييمه الفين ونقطة اعلى حاجة وصل لها تضحية رخ كاملة تنهي المباراة تماما يمكن ما يكونش افضل حاجة عنده الافتتاح الا انه بيلعب افتاح ممتاز يعني مثلا هذا الشكل الاسيمتريكا الانجليش لعبه بشكله اسطوري وكأنه استاذ دولي على الاقل وفي التاكتكس بقى متميز جدا في التاكتكس اكل هو هنا انسحب بس التكملة انه هياكل هديك كش ترجع هديك كش خلاص انت هنا يعني بتغطي كده لحد مات خلاص متات جولة كمان وجولة كمان ويقابل الاستاذ الدولي الكبير ادهم فوزي 1900 في فرق 600 بنت بينه وبين الادهم فوزي يعني ايه يا جدعان هيكسبه ولا ايه هنشوف انت على احنا انت لو لسا معا حد الوقتي يعني بشكرك من كل قلبي بدأ ملك من الاستاذ الدولي الكبير ادهم فوزي سقلي ده قرار اصلا مرعب تلعب سقلي ضد واحد يعشق التضحيات ويعشق يعني بص حصان حصان دي فور سقلي مفتوح جي سيكس والان يقرر ادهم فوزي ان يلعب سي فور او ما يعرف بالماروكزي بايند وهو سيطرة جيدة على مربع دي فايف ومساحة في الوسط بشبهة هنا بشبهة هنا لحماية الحصان يخرج الحصان الاخير للأسود الحصان الاخير للأبيض دي سيكس ما تدفعش علي بيادئ بشب اي تو اي سيكس بيحضر لبي فايف لضرب هذا البايند خلي بالك ان هذه السيطرة يمكن انها تتفك من خلال ضرب البيدأ ده او البيدأ ده بالاف او بالبي لو تم دعم البيدأ بالبيدأ الاخر فبعد بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ يبقى ده بيدأ معزول ضعيف وكذلك بعد هذه الضربة اذا بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ البيدأ ده يبقى ضعيف ويمكن اتضغط عليه بالحاجات دي وصلك ماشي تبييت تبييت اسمح لي معايا مساحة مش عايز اكسر كلام جميل من مستر ادهم بشب اي سيكس ضغط مع ضغط مع ضغط ف3 روك سي 8 كوين دي 2 نايت اي 5 عايز البيدأ بي 3 يعود الحصان الى الوراء والان فرصة مستر ادهم ان يخترق في الموقف بنايت دي 5 جدير بالذكر ان دي مش خسارة فرق ولا حاجة لو اكل هنا دي بلاوي خلاص بكسب قطعة والفرق ده فاشل يعني فاهم انت بتاكل قطعة كمان وتبقى لسه عايز القطعة او حتى ممكن لو اكل تاكل مباشرة وتبقى خسرت الفيل اللي بلعب على المربعات السوداء وانا معايا امتياز الفيلين وعليهم بوسة البوسة دي لها قطعة كمان زيادة لكن مستر ادهم في هذا الشكل ملعبش نايت دي 5 ومنع هذا التهديد بزيادة باي 4 بصراحة اي 4 كانت نقلة يعني مش مضطر يلعبها مستر ادهم اطلاقا في هذا الشكل حتى لو لعب حاجة زي كده مثلا دلوقتي فده مش تهديد ده بدأ ببلاش المهم اي 4 جاءت الان بعد 7 دقايق تفكير من مستر ادهم ربما كان عاوز حاجة زي دفعة في دفعة في حصان في حصان يمكن المهم تاني افضل نقلة على الانجين نايت دي 7 لعبت الان بيفتح للفيل الحصان رايح لمربع قوي جدا على السي 5 ضاغطا على الاضعاف التي احدثته اي 4 واهم من كل ده ان بعد ما الرخ تحركت F5 حضرب الماروكزي بايند لا بالبي 5 يا بالأف 5 الراجل بالاسود فاهم الشكل ده حلو قوي ولو تفتكر ده شبه قوي الشكل اللي لعبه في السيمتريكا الانجلش بيدا في بيدا اكل بالرخ مش افضل حاجة يعني انا معرفش برضو مش عايز احكم عليه انه استراتيجيا مش الافضل لكنه تكتيكيا الافضل هو باشاء الله عليه تكتيكيا عظمة بس اكلة الرخ مش منطقية يمكن الاكلة بالفي كانت افضل معرفش ليه اختار ان هو ياكل بالرخ ومستر ادهم لاب نقلة انا مديها علامة تعجب لانها منطقية بدأ منت خد البيداء ده فانت دلوقتي عاوز تاخد هذه المساحة بالي 5 في المستقبل فايف فور نقلة قوية منعت الفكرة الرخ رجعت مكانها علشان بعد ما ياكل ياكل الفيل يجي مكان الرخ خلي بالك ان الفيل طالب الرخ كمان الفيل ده ممكن ياكل وطالب الرخ ودي كانت افضل تفريعة من قبل الابيض انه ياكل وبعدين بعد بيدأ في بيدأ يتم الاكل ياكل وبيض دايما هيبقى احسن في هذه الاشكال مع بيدأ زيادة على الاقل لان مستر ادهم قرر ان يا نحلة لتقرصيني ولا عايز عسل منك بايني انا ما عافش بقوله اي كده اللي هو مشي ولا انا عايز البيدأ ولا الفرق ولا انت والان اي فايف جاءت بيدأ في بيدأ اكل بالبيدأ الفيل يعود الى الوراء البيدأ ده مازال مطلوب تم حماية البيدأ والان كوين دي سيكس من مستر ادهم بعد تفكير تقريبا عشر دقايق يقول الانجين العب جي فور او العب نايت دي فايف نايت دي فايف بالنسبة لي تبدو منطقية جدا ايه اللي يمنع الحصان انه يدخل مربع قوي ويحجم حركة الحصان ده ما بيجيش كده ولا كده لاني تجد ان الفيل هيبدأ يعمل مشاكل على الجانبين لكن مستر ادهم شاف ان ده لعيب الف وتسعمية وشوية والنهايات بتاعته هتبقى مش اقوى حاجة خليني ادخل معا نهايات الحصان يذهب الى الاف سيكس باست موف والان مستر ادهم يعمل بلندر فادح بعد اربع دقايق تفكير بشبهة هنا يلا كل ونخش نهايات بص على وقت مستر خالد السرساوي بعد ما شاف النقلة دي رص اربع خمس نقلات وارا بعض بسرعة وهم النقلات الوحيدة لاحراز تفوق يعني حسابيا كمان ما شاء الله بيحسب كويس وبسرعة هذا ما يمنز الاساتذة في الشطرنج is to calculate rapidly and accurately انك تحسب بسرعة وبدقة takes takes والان only move to secure an advantage ايه فور ايه فكرة ايه فور اني افتح طريق هذا الفيل للضغط على هذا الحصان الغير محمي اني امنع الروخ انها تيجي كده وتحمي ايه فور النقلة الوحيدة ولذلك اخرت علامة تعجب تاني النقلة الوحيدة حصان الى الوراء طالب وطالب وما فيش حماية يقول الانجين ارجع اديله فرقه وخلاص بحيث لو اكل ياكل لكن لا اعتقد انه كان حياكل كان هيعمل روك سي سيكس هات لو سمحت الفيل ويقفل على الفيل والان عاوز رخ كاملة الروخ محتاجة تمشي وتخسر قطعة كاملة يا عزيزي ما حدث في المباراة ان مستر ادهم رجع اخر الدنيا وساب قطعة كاملة جي فور جاءت الان نقلة وحيدة وحيدة للحفاظ على التفوق تفوق تلاتة للاسود والباقي كله تعادل او تفوق واحد بس الفيل مربوط على الرخ ده كان بتاع النقلة اللي الوراء دي قفلت الطريق ما بين الرخين روك اف سيكس تاكل يا عم حمشي هات البتاء ولا حاجة تفضل الفة هنا وشفة انا معايا قطعة كاملة حاسب لك فرق ما فيش مشكلة وبعدين حامية البدأ بتاعي سحب الفيل والفيل عامل حيطة خرصانية لا يمكن لهذه الرخة ان تخترق انتهت القصة الفيلين عظمة الملك يتقدم والان جي فايف الملك يتقدم الملك يتقدم الملك يتقدم كان عليه مش عليه بقى كان يمكنه ان يعطي كيش ويكسر الرخاخ لكن هو عارف ان التفوق بتاعه فانه يسيب رخ تفضل تناور يعني ما يكسرش رخ مع رخ فلعب نقلة من افضل النقلات H4 لو اكلت فانا حاكل بتمبو وعملت بيدأ سالج جديد مع هذا البيدأ نقلة قوية الملك يعود بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ واسمحلي انا هلعب على الفايل اللي فتحته وانت استمتع بهذا الفايل الوهمي اللي ما عندكش فيه اي نقطة اختراق الرخة تحاول انها تعمل تحدي لهذه الرخة الاخرى على الفايل المفتوح كيش يتحرك الملك وبعدين يمشي مش عايز اكسر انا عايز الرخة تفضل موجودة تتحرك هذه الرخة الان بي 6 ممنوع تدخل بزيادة على اي بيدأ من عندي الان بي 4 جاءت نقلة مش عجباني اوي بس مش وحشة الا وهي A5 والان بعد بيدأ في بيدأ في بيدأ في بيدأ ركبي 1 في فايل كمان اتفتح كيش حضرتك نورني ايه ده لا والله مفيش مكان تخش مستوى محترم جدا من الشطرنج كينج بي 3 والان نقلة عزق 9D7 رايح للمربع القوي ياخد الفايل اداله كيش يتحرك والان ناتش بيدأ بدأت الرخة تعمل مشاكل رجع يحمي جوز عايز يعمل كشات منعوا الفلين روك A1 اكل عادي جدا لو اكلت حاكل بكيش وبعدين حاكل البيدأ دلع الفلين قصاد الرخ في هذه الرؤعة المفتوحة مع البادئ السلكة تفوق 6 للإسود ما حدث في المباراة ان اكل اكل دخل على القطعتين اداله كيش رجع تاني والان بيشب F6 هات لو سمحت الرخ تتحرك الرخ والان ركبي توب كيش رجع والان الرخ مشيت حمية كل حاجة وعايز البيدأ يبدأ يدفع اداله كيش مشي رجع الجنب التاني نايت سي فايف لو اكلت هات ديكيش وكمان الكيشات دخلة بمنتهى العظم هتعمل مشاكل الملك يتحرك E3 حاسب الرخ تطلب اداله كيش وبعدين كيش وبعدين كيش مات مش معقول مستوى محترم جدا مستر خالد السرساوي كان في لحظة من اللحظات اقترب جدا من العشر بردات الاوائل واعتقد لعب على بردة منهم مرتين لكن في اخر جولتين خسر جاب في الاخر سبعة زي العبد لله الناس ممكن تشوف ان 7 من 10 ده رقم مش الافضل لكن الموضوع مش سهل ابدا انت ممكن تقول كده لان انت لم تمارس الشطرنج بشكل كافي 7 من 10 ده رقم محترم جدا وفيه لعيبة كتير جدا تعبت قوي عشان تجيب السبعة من 10 مستر خالد السرساوي في اخر جولتين كان ماشي متضايق جدا وحقه هو تعب مع المستويات العالية وفي الاخر يعني لم يحالفه الحظ انه يبقى من العشر الاوائل مثلا الا انه احرز المركز التاني تحت تقييم الفين فهذا الرجل يستحق ان احنا نجيب مبارياته وننشرها لنعطيه حقه بس واتمنى اكونوا ببسطة واستمتعته وانتظروا المزيد من هذه البطولة ومبارياتها الممتعة وشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة